السلام عليكم أصدقائي مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد مع كتاب جديد واليوم أقدم لكم رواية مالك بن نبي بعنوان لبيك حج الفقراء هذه الرواية تقع في 158 صفحة وهي صادرة عن دار الفكر بدمشق عام 2009 وهي طبعة خاصة صدرت بمناسبة القدس عاصمة للثقافة العربية للعلم فإن هذه الرواية كتبت باللغة الفرنسية من طرف مالك بن نبي وقام بترجمتها إلى اللغة العربية الدكتور خليف زيدان وهو كاتب ومترجم جزائري قبل التعرض لمتن الرواية فقد سبقها رسالة كتبها مدير دار نشر الفكر بدمشق الأستاذ عمار المسقاوي فقد تكلم فيها عن أعمال بنك بن نبي وعن خطه الفكري وعن خطه الأدبي وأعطى توضيحات بشأن ذلك لأن عمار المسقاوي هو المتكلف بأعمال مالك بن نبي منذ سنوات عديدة منذ أن كان مالك بن نبي يعيش في دمشق بسوريا ثم كتبت رسالة أخرى أو مقدمة أخرى من طرف المترجم الدكتور خليف زيدان حيث تكلم عن أهمية هذه الرواية في الأعمال الفكرية والأدبية لمالك بن نبي وأيضا تكلم عن المساعدات التي تلقاها في ترجمة هذا العمل الروائي الجزائري الخالص ثم تلت هاتين المقدمتين مقدمة أخرى بخط مالك بن نبي حيث تكلم مالك بن نبي في هذه الرسالة وهي موجهة إلى ناشر هذه الرواية حيث أخبره بأنه قد كتب روايته هاته على عجالة في فندق على فترتين متقطعتين وأخبره بأنه لم يستطع أن يعالج كل الأخطاء الموجودة في الرواية ولم يستطع أيضا أن يفكر تفكيرا عميقا في بلورة الشخصيات التي كونت أحداث هذا العمل الأدبي ما هو موضوع هذه الرواية؟ علج مالك بن نبي في هذه الرواية موضوعا أساسيا وجوهريا في الثقافة الجزائرية ألا هو موضوع القيم الأسرية الجزائرية الإسلامية العربية والأمازيغية فالموضوع الذي عالجه مالك بن نبي يظهر جليا من خلال عنوان هذه الرواية تطرق بشكل أساسي إلى موضوع القيم والأخلاق في الثقافة العربية الإسلامية أو في الثقافة الجزائرية الذي يرزق تحت نيل الاستعمار فمالك بن نبي تطرق إليه من جانب الحج ما هي الشخصية التي كونت هذه الرواية؟ هناك شخصية أساسية وشخصية أخرى ثانوية الشخصية الأساسية تمثلت في شخصية إبراهيم الفحام والمخمور وزوجته زهرة والشخصية الأخرى أيضا الأساسية العم محمد وزوجته فاطمة بالإضافة إلى الطفل هادي والفترة التي كانت فيها الرواية والأحداث التي دارت فيها هذه الرواية هي مرحلة الاستعمار الفرنسي أنتم تطالعون الرواية ستكتشفون بأن إبراهيم هذا الفحام والمخمور الذي كان منبوذا اجتماعيا ومنبوذا من طرف أسرته ومنبوذ أيضا من طرف زوجته هذا الأمر الذي تسبب له في الطلاق من زوجته التي تحبه أمر آخر وهو أن الجيران الذين كانوا يسكنون معه قد نبذوه هذا يشير إلى النبذ الاجتماعي الذي يتعرض له الإنسان أو الفرد عندما يخالف القوانين الاجتماعية والقوانين الثقافية لكن عندما رأى إبراهيم ذات ليلة حلما فرأى أنه لباس الإحرام ذلك اللباس الأبيض الناصح فمن صباح ذلك اليوم أصبح إبراهيم لا شغل له إلا تفسير هذا الحلم يترى إلى ماذا أوصله هذا الحلم وكيف مشى إبراهيم في هذا الطريق الذي اختاره له القدر وأما العم محمد والعم فاطمة فكان بمثابة الوالدين لإبراهيم الذي كان ضائعا في هذه الحياة فكان يرشيدانه ويخبرانه بما يجب أن يفعل كذلك كانت العم فاطمة بمثابة الأم الحلونة له ترجمة نانسي قنقر